تعال نشوف مع بعض النهاردة عملنا مجموعة معجنات مختلفة بحشوات مختلفة طب ازاي عملناها ازاي تعال نشوف مع بعض الطريقة كده بالحشوات بتاعتنا تطلع معنا جميلة جدا ومش مكلفة ومن زي ما قلنا من جوة بيتك وحاجة نظيفة جدا وحاجة جميلة جدا تعال نشوف مع بعض الفيديو كده مع بعض يمساء الفل يمساء السعادة على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يعني ما تنسيش بقى باللايك والشير والاشتراك وما تنسيش تفعل الزر للجرس عشان يوصلك كل جديد هبقى نشوف مع بعض النهار ده الفيديو بتاعنا الفيديو بتاعنا المراضي مختلف يعني عملنا معشوية معجنات محشية باللحمة المفرومة ومحشية بالشورمة الفراخ يعني حاجات هتنفعك جدا في مثلا مدرس داخلة في اللانشو بوكس الأولادك وكده يعني تعني نشوف مع بعض المقدر كده وهنتكلم في الفيديو ونشرح حاجة حاجة كده مع بعض أنا عندي 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 كله ونص دقيقات زي ما شايفين ودي بكة خميرة عندي نص فرخة السدري فرخة كامل عندي لحمة مفرومة عندي بصل مفروم عندي معلقة صالفة عندي جبنة منزر الله متالجة زي ما شايفين عندي حبة البرقة على سمسم عندي بقى التوابل بتاعتي هي عندي سبع بغرات قرفة فلفل قصم الملح كوركم عندي ثلاثة أربعة معلقة كده لبن بودر وعندي فلفل لرومي وقرن فلفل حاني هيدا كل المكونات بتاعتنا ايو هيدا كل المكونات بتاعتنا طالب كده نستمي لما نصلى على الرسول نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله اولا انا بتجيب الحلة بتاعتي بحط فيها المادة الدهنية اللي عندي سواء زي سواء سامنة سواء زبتة الحاجة اللي هتريحك يعني وهنزل بالبصلة بتاعتي اشوحة شوية وانزل باللحمة المفرومة وحط لها بقى التوابل طبعا التوابل دهت انا قسمتها يعني مش هخطها كلها على اللحمة لسه عاملها على شوار متى الفراخ وهترم على قد صلصة طالوا مع بعض كده نشاف السدر بتاعنا دوات تاع الفرخة دوات ونقطعو تقطعها حلوة كده تمام؟ قلو تمام تمام يا موشا انا طبعا هشاف فيه خالص كده كده يعني حاول اطلع منه المعطم خلص اخلاها يعني زي اللواء البنيه سي ما انتو شايفين كده اه انا ايدي واجعني والله انا عامل الفيديو ايدي واجعاني زي ما انتو شايفين هوت هفصص برضو من الجهات تانية وبعد كده هاخدوا بقى الطاقة الصغيرة كده ديت اللي احنا هنعزل ايه لشوار متى الفراخ هو الفيديو جميل جدا على فكرة وطبعا احنا كلوصان وطيبين اندخدنا على المدارس طبعا اولادنا ابو عايزين حاجات ميندي في اللانشو بوكس بتاعهم كده حاجة يفطروا بها حاجات خفيفة كده يعني ما عادش بقى ايه اللي احنا يقول لك لقى انش عايز من دوت شات ولا كده لأ هنكون يخطوهم دوت في قلب اللانشو بوكس بتاعهم وطبعا ايه اللي احنا هنكون مفيدة مليانة من الحشوات فيها بردوك لحوم او ايه بروتين تمام تمام طبعا انا بقى الطعبة لانها هي ايه طخينة فهلازم اللي انا ايه نخليها رؤيئة عشان نعرف اللاني اه اقطع طبعا انا هجيب الصينية بتاعتي وهجيب المادة الدهنية برضو وانزل ببقية البصل اللي انا كنت افرماهه طلق تشويحة وانزل بالقطع الفراغ اللي انا اقطعتها تمام تمام اه هداء تشويحة كده وهنزل بالتوابل بتاعتي كنت وصلت الهنا معي بقى ايه حطت اللايك وانت معاديها كده واصل معي على الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا هتطلها ايه توابل يا رسولات هتطلها ملح هتطلها كوركم هتطلها فيلث الأصمر هتطلهم السبع بغارات هتخطيت ارفة تمام تمام وهتدها ايه تشويحة كده تمام تخلاها لما تستوي خالص مع نفسها طبعا هكنت مقطع فلفل أخضر وفلفل رومي هتدلوه تشويحة برضو كده اول ما تخش في السوا هتدها تشويحة طبعا اللحمة المفرومة بتاعتي استوت ايه تمام فطبعا هديت تشويحة بقى للفراخ اللي معايا على ما ده يتشويح هنكون احنا بنعجن العجنة بتاعتنا خلاص كونها حتى دخلت في السوا احطلها ايه للعجن بتاعي احطلها ملح احط لبا من بودرة احط معلقة السكس اقول له حط المعلقتين الصلصة اللي انا حطاهم عشان تدي اللون اللي هو الهيان في الاخر مع بعض كتاب الفيديو هنكمل بس واحدة واحدة احطت بقى شوية حبة البركة منهم لله احطت بقى شوية حبة البركة منهم لله احطت بقى حاجة وحشة الله في صباعي والله دخلت لي حباية البركة بين الضفر واللحمة بتاع الضفري واجعنا قوي والله يسامحها والحوادث ما كانتش في محروقات بقى في حوادث تمام اتفقنا واخدت باكة الخميرة طبعا هعجنها بمية فطرة تمام يعني مش مية بردة مية فطرة عشان تفور معاك العجنة على طول تقوم ايه خمرانة ودطلع معاك على طول تمام دعا بقى شوية وانا بقى جون بقى تعالوا بقى هابدع لكم الوقت طبعا انا عجنة فا شوية ومش انا اللي كملتها بامانة الله بجد بجد لان الادية يعني اللي كنفعون دي في الاخر بقى كده اخدتها اعتطلها نقطة زيت عشان نلم العجنة معايا وتبقى تدها لمعة اهم حاجة العجنة بقى عطاك ما كنتش مسكة او تبقى حلوة يعني زي تاخد وتدي معاك كده تمام طلعت ايدي مع كوكا صلصة كمان يا تيالا اهوة تاني ما شفتاش هلا في الفيديو لا ينفع يعني لا ينفع يلا مش مشكلة كل فوضى الموبخ كل فوضى الموبخ انا اغطيتها بكيس كده عشان خطر اللي هو تخبر معايا شفت لما انا عملتها بالماء الفطرة خمرت معايا على طول طبعا شايفيني اللي عاجنة عاملة زي انا هدهنئة زيت وهقطع العاجنة زي ما انتم شايفين عوض يعني بدهنئة زيت وقطع وكنا ندهنة برضو كدصانية اللي انا بقطع لها العاجنة عشان ما تنزقش معايا هجيب الصانية اللي هفرض فيها للاول حاجة اللي هعملها هدهنها زيت وهبططها كده هدهنها هعمل واحدة كبيرة تمام بس طبعا لسا العاجنة اللي اتها بتمط شوية هفرضها شوية واسيبها سيبها لما العاجنة ترتاح بعد كده هكملها تمام انا عدت اجيبها كده 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 ما فيش فايل لفاسيبتها شوية قلت ايه العاجنة ترتاح اشتغل في حاجة تانية طبعا كدت عاملة قطع صغيرة كده هحط لحم مفروما وهحط منزر الله زي ما انتو شايفين اه وهقفلها بقى تمام شوفها هنقفلها ازاي دهن عملتها قطع اللي هي المدورة همدور انا شاكلتها لحسب ما انا عاوزة تمام اه زي ما انتو شايفناه ده عملتها زي البريك بس هي ما اطلعتش زي البريك طبعا تلعت حالة نشوفها في الفيديو بردو واحدة واحدة آآ طبعا انا برضو بتنفس الحشوات هاي بحشيها برضو بحطها تمام آآ واسمها برضو بترتاح لازم تسيبها شوية ما تدخلاش الفرن على طول لازم تسيبها ترتاح علشان لما هي ترتاح هترتفع وهتنفيش اكتر وهتقدر اللي هي تدخلها الفرن طبعا هي الفطيرة ديت نسمىها الفطيرة مش مشكلة آآ ارتحت شوية هيت هبدأ ابطط فيها وحط لها الحاجة بتاعتها تمام هنحط بقى الحشوات بتاعتها في النص كده وبردو كنا عاملة برضو كرة عجين قدي دي برضو علشان ايه اقفل بها برضو كفا الوش تمام زي ما انتوا شايفين كده كنت وصلت الهنا بقى معايا اصلي معايا للرسول كده اللهم اصلي وسلم وغالك عليك يا حبيبي يا رسول الله آآ شعرتها دعون تي ماش بركز اول في تسبيل عشان بغيب شوية وكده يعني اللهم مستعب طبعا دي هت الشواردة الافراخيات اللي احنا عملناها كاننا عنا نحط بقى وياها منذرلة برضو منذرلة طبعا كانت سايحة في قلبها كانت بصراحة عشانها طعم حلو قوي و اه وكانت المذرلة بتموت كمان كده ها آآ كده كرت العجين التانية سنو شايفين هي كانت قطعت من النص انا عملت فاقة ايه بقى تعالى بس اقول لكم قلت انا فقيقة بقى قطعت من نص بقى امت جاي مع جينا زيارة شفت برضك الصلصة على ايدي استغفر الله العزيز امت انا احطها في الحتة اللي تخرمت دي بس برضك كله عادة كله بيعد المهم بقى احنا طول ما احنا في المطبخ اي حاجة يعني حتة صلصة كده حتة كده محدش يعلق على الموضوع ده تمام انتو شايفيني الفيديو زي الفول لهم فيش اي حاجة طبعا انا نحط برضك على بصراحة اللي كانت صغنون دي كانت حلوة يعني حاسة اللي هي الميني دي كانت شكلها حلو كده معانا يعني هما اللي هي لأكل بدو دي بصراحة وشف برف دي ودي ده هنعملها زي البوريك تمام اللي احنا بنعملها ونشكلها بالطريقة اللي هي ايه البيضاوي ده سوها بقى ايه ترتفع معا نفسها كده وداخد راحتها طبعا عشان نقولكم انا مش هدهنها صفر بيت لانا بحب الزفارة البيض على اي مخبوزات ولا الكلام ده تمام هعمل ايه هجيبكم بيت حليب وهجيب الكيس نسك فيه بلاك تمام وهحطه في الحليب وهدوابه جدا زي ما انتو شايفين وهدهنها بقى دي بقى ولا تقولوني زفارة بيت ولا الكلام الفاضي ده خالص نسك فيه دوت مع الحليب بتدي لون حلو وبقى حاجة طغماء حلو هراشراش بقى حبة البركة والسمسم زي ما انو شايفناه نسك فيه دوت لما هي سبتها ارتاحت وارتفعت شوية طبعا كل مستخنا الفرن في الحلقة ديت علشان خاطر ايه يدخلوا على طول ما يغبشوا في الزواء شايفين شايفين الجمال والله جميلة جدا دي فطرة برضو كنا بعملها واحدة تانية في الصينية وقفلتها هيت هبعد هنا برضوك من على الوش على فكرة نقصم الفيديو كتير اوي 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 فيديو كون طويل المفروض الله يتعمل على فيديوهين بس انا قلت يلا مش مشكلة اه تبعد ما طلعوا من الفرنة وبعد عاشوا في الجمال بقى ايه جمال ده زي الزف ايه جمال ده يعني المدورة عامل زي العاش القيزر تمام اه بس ما هعمل فيه حشواية طبعا زي ما احنا قلنا المفرومة والمفرومة والله مصلى عن نبي و ايه ركزة زي الزف وشورمت الفرع اشوفوا ارضيتها فقا والله ما فيه حاجة محروقة زي يا جمال ركزة زي الزف والله الله تسلم الايات فبقولوكم بقى الحاجة دي تبقى حلوة ولدنا بقى في اللانش بوكس للمدارس كده ممكن نتعمع كوباية شي بحليب ممكن في وقت ملكش نفس اللي انت تعمل لي اي غدا فده حاجة بتبقى خفيفة معاك كده ما انت تكون راحة الشغل ولا كده انت اخذتين تلاتة كده معاك حاجة يعني ايه برضو مش يعني مفيدة برضو لجسمي فاعة بروتين وفاعة حاجات عياد يعني هتفيدك كتير قوي دي طبعا اللي انا عمل ده طالع زي البوريكة بس ارايكم بجد بجد يعني انا بتعفف الفيديو على فكرة وبشتغل والله يعني بمجهودي وكل حاجة بس في الاخر بجا شوفوا الفيديو مبلاقش الفوم شهادة دي طبعا الفترات كبيرة انا بقطعها زي ما انتم شايفين نعتبر نقول عاملة زي البزة ممكن ممكن بس ايه كنا قصها بس ايه شريح الطماطم والزيت والنقين يا فهم ونزر الله طعا نقطعها واحدة بقى يا سلام بقى ونشوف شوفوا اهم حاجة معاكة من كده اللي هي العجنة من جوه قلبها قطنية حشة وقطنية يعني مش مكتومة ولا كده دي طبعا طعا نشوف اللي هي اللي زي البريك دو تشايفين الجبنة سايحة واللحمة المفرومة يا سلام شوفت بقى مع علاقة السلطة اللي انا حطتها مع الدقيق وانا بعجنه ومع علاقة القركم عادشة لون حلو ازاي للمخوزات بتاعتي مدية مش بويات مدية لون صفار شوية ها ودكا فيديونا النهاردة حبابي يا ريت بقى ما تنسونش باللاقيق واشتراه والاشتراك وما تنسوش تفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي أسابكوا في أمان الله وحفظوا والسلام عليكم ورحمة الله